العساوي فشان نقولو خط فائق السرعة تربط ما بين طنجة حتى الكازا حتى الدربدة كيمر ما بين مدينتين اللي هما القناة يطيرون الرباط هاد المدن بربعة يعني الرمزية دي لهم القوة الاقتصادية لغير ذلك لا اعتقد بأن الأستاذ قبل حين ذكر بأنه هاد منصات لإنتاج التروى يعني والحركة الاقتصادية سواء تعلق الأمر بطنجة الحسيمة تطوان وهي منطقة مهمة أكبر حوض الآن للتشغيل في المملكة هناك كذلك استثمارات في المناطق الحرة هناك حركية مهمة جدا نفس الشيء نعيشه بالنسبة لمنطقة القنيطير الرباط مع مجموعة من الاستثمارات في الصناعات الغدائية في الصناعات السيارات واحد العدد للصناعات دار البضاء بطبيعة الحال هي العاصمة الاقتصادية وهي مركز صناعي مهم جدا كان من الضروري أن توفر على هذا القطار لماذا؟ إنه عندك الآن الاستثمارات وهي مقسمة بين هذه المنصات وهناك مجموعة من رجال الأعمال مغاربة وغير مغاربة يريدون أن ينتقلوا بين هذه العواصم قد نقول العواصم الاقتصادية أو المحطة أو المنصات الاقتصادية بسرعة وفي نفس اليوم ممكن أن تقوم باجتماع في طنجة في الصباح تنتقل إلى مدينة الرباط لتقوم باجتماع مع الوزارات إلى آخره وتنهي يومك بالدار البيضاء مع المتعاونين معك فهذه مسألة كانت إلى أجل قريب كانت من الصعب أن تقوم بها من خلال السيارة أو من خلال قطار عادي إلى آخره هذا إضافة نوعية الزمن له كلفة فبالتالي نحن نحاول أن نعالج هذه الكلفة حتى سصير كلفة منتجة في معادلة الإنتاجية الكبرى اللي نحن بصددها فبالتالي لا يمكن أن نغفل على أن هذا القطار ليس قطار عادي سيمر مرور الكرام هذا قطار سيولد مجموعة من الإسقاطات الاقتصادية المهمة جدا يكفي أن ننظر إلى المحطة الطنجة مثلا أو ننظر مثلا إلى محطة الرباط أقدال أو محطة الرباط المدينة أو محطة الدار البضاء الجديدة التي تم تهيئها لهذا الغرض فهي في حد ذاتها مجالات للعيش جديدة مجالات لللقاء وهذا معروف لكن هناك حتى أدبيات على الصفر تتكلم عن مثلا المطارات كمجالات لللقاء مجالات للتفكير إلى آخره وحتى للتفاعل والتعامل فهذه ستحدث كذلك ديناميات جديدة بالنسبة لهذه المدن ولكن ستؤثر كذلك على هيكلة العمل داخل هذه المدن لأنه من الضروري أن وسائل النقل داخل دار البضاء والرباط وطنجة عليها أن تتأقلم مع هذا النسل الركبوف البوراق شكرا